رحلة السبعة آلاف كيلومتر من مدريد إلى ميامي تضع ريال مدريد على بعد خمسة أيام من ملاقات ماشيستا يونيتد في الأول من شهر أغسطس في ولاية فلوريدا كان الفريقان التقايا أيضاً العام الماضي في هذه البطولة الودية فاز الفريق الإنجليزي بركلة ترجيح يلتحق ببعثة الريال بعد هذه المباراة اللاعبان البرازيليان مارسلو وكاسيميرو يطير بعدها بطول أوروبا ألفاً وسبعمائة كيلومتر شمالاً ليخوض ثاني مبارياته ضد وصيف نسخة 2017 لدور أبطال أوروبا يوفينتوس الإيطالي في الرابع من أغسطس في ولاية ميرلاند بغياب كريستيان رونالدو عن صفوف البيان كونيري يواصل لعب المدرب لوبيتيجي توجه شمالاً هذه المرة إلى نيوجيرزي على بعد 333 كيلومتراً لمواجهة روما الإيطالي في الثامن من الشهر المقبل في 11 من أغسطس تبدأ التدريبات مجدداً في مدريد بعد انضمام الفرنسي رفايل فاران ولعب كرواتيا لوكا مودريتش وماتيو كوفازيتش ريال مدريد سبق له خسارة جميع ودياته في رحلته الأمريكية الصيف الماضي قبل أن ينجح بعدها بناء الكأس السوبر الأوروبي مواجهة السوبر القاري هذا العام ستجمع أبناء العاصمة مدريد ريال وأتلاتيكو في العاصمة الإستونية تالين في 15 من أغسطس بعدها بأربعة أيام تنطلق مشاركة المرينجي في الليجة بمهلاقات ضيفه ختافه في الجولة الأولى للدور الإسباني والذي حل بمركزه الثالث في الموسم الماضي وسيخوضه لأول مرة منذ عام 2009 بدون هدافه التاريخي رونالدو وحيد رزق المصري العربية